الاطار ما عنده مشكلة في مسألة كاركوك احنا راحين باتجاه تشكيل الحكومة وقوة الدولة في داخل كاركوك لان هي شهدة المنكسامات سيدنا بصراحة كاركوك ما نقدر نقول هو يعني ما لعلاقة لان كاركوك تبقى كاركوك هي عقدة من عقد الحاضر العراقي صحيح وممكن ان تكون حل بالتأكيد لا قصدي العقدة اذا حلت تحللنا قصدي ما نقدر نقول بانه الاطار مو كلش يدخل بمنصب المحافظة او ما يعني له لان تعرف حضرتك بانه مشكلة النفط الآبار يعني لا شلون الاطار حينما ينظر للعراق ينظر بكامله طيب وبالتالي كاركوك هي محافظة عراقية وتستحق كل الاهتمام والاكبار واكيد احنا يعني عندنا خطوات في هذا اكو تدخلات في هذا الموضوع من اجل حلها وممكن ان تكون العقدة الكبيرة كما معلوم في حال حلها تنحل جميع القضايا الاخرى واحنا عادة بالعراق يعني الحلول في اخر ساعة هي تكون حاضرة انا اعتقد الازمات والمشاكل تمر بثلاث مراحل مرحلة الاولى امتصاص الازمة او المشكلة مرحلة الثانية فهم المشكلة والمرحلة الثالثة هي حل المشكلة احنا الان في المرحلة الثانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة